صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم حلقة جديدة وبرنامجكم صباح الصحة والجمال إحنا النهاردة شفنا جو غريب جدا في عواصف وفي رياح وفي أمطار وده فصل الربيع عادي طبيعي لكن المش طبيعي إن إحنا نلاقي أسقف وقعد في المولات إن إحنا نلاقي الطرق كلها غرقة يا ترى إيه الحل علشان كده إحنا حابين النهاردة نتكلم وباستفادة مع دكتور مميز هيكلمنا عن إزاي نواجه الظواهر الطبيعية بدون خسائر بسبب حاجات كتيرة جدا حصلت إنبارح فكل ده هنعرفه مع دكتورنا النهاردة المميز استنونا بعد الفاصل وارجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم وأحلى الفكرات فكرة صباح الصحة والجمال النهاردة معنا ضيف مميز مبتكر في مجالات التخطيط المعماري معنا الدكتور أشرف إسماعيل معماري ومخطط مدن وهو من موليد القاهرة وخريق كلية العمارة والتخطيط بجامعة ملك السعود بالمملكة العربية السعودية وحاصل على دبلوم المعهد الملكي البريطاني وتخطيط المدن وتخصص في التخطيط والتنمية وإدارة وتنفيذ المشروعات الكبرى في كل من بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط وهو له مشاريع لا حصرة له في لندن والإمارات وحنتكلم النهاردة عن إزاي اللي حصل في الجو اللي حصل من يومين فإزاي هنستفسر منه عن الحاجات اللي حصلت النهاردة أهلا بحضرتك الدكتور أشرف صباح الخير صباح الخير يا فندم صباح الخير لمصر وكل سنة وإحنا الطيبين بالنسبة تعيد تحليل سنة أهلا دكتور إزاي نواجه الزواهر الطبيعية بدون خسائر خصوصا اللي احنا شفنا بقالنا يومين النهاردة كوارث كتيرة وأسقف وقعت في مدن ومولاد كبيرة هنا في القاهرة وخصوصا الطرق كمان في ناس كتيرة جدا كانت بتشتكموا من الطرق والأمطار واللي حصل في فترة اللي مين اللي فاتوا تمام دي تعتبر من أهم مشاكل التخطيط وأسلوب البناء بتاعنا هنا موجود في مصر إنه هو يحصل حاجة زي كده المطر النزلي تقريبا في حدود ساعة 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 تقريبا ساعة ساعة ونصف كمية أمطار غزيرة لكن أثرت على اللي احنا شفنا سواء إذا كانت تعرض في التلفزيون أو في السوشيال ميديا نلاقي فيه كمية أمطار أثرت على مباني وأثرت على الطرق بصورة عامة طبعا طيب إحنا نحل المشاكل دي إزاي علشان نبحل المشكلة دي لازم نبتدي على مستوى التخطيط الأقليمي لازم نكون عارفين ودرسين كويزين وعندنا المعلومات كمية الأمطار اللي بتنزل كمية السيول برضو اللي بتنزل ما نقدرش نقارن المشكلة بتاعتنا طبعا في فيديو دكتور دلوقتي شغالة فطبعا إحنا أمطار كتير وسيول في اليومين اللي فاتوا دول فبقى ناس كتير جدا اشتكت في حاجة غريبة وما نقدرش نقارن مثلا مباني المشكلة زي ما بتحصل هنا أو في الدول الأوروبية أو في أمريكا شفت كتير على الصور بتاعة السوشيال ميديا بيقولك مصر هي غير أنا تبوي اي يعني ما بتحصل في أوروبا إلا بيحصل في أوروبا غيري بيحصل في مصر إلا بيحصل في أوروبا فيضانات والفيضانات معروفة وقتها بيحصل إمتى ودايما بتكون الحكومة بتنظر الشعب أن فيه فيضان جاي قبليها بفترة قبليها بفترة فيه فيضانات جاية فأدي واحد اتنين أنا كمستثمر رايح أشتري حاجة لذا فوق أوروبا رايح أشتري حاجة سواء إذا كان بيت أو بيزنس علشان أخذه لازم أكون أعمل عليه تأمين شركات التأمين مش هتوفر للتأمين على البيت أو البيزنس إذا كان في مكان بتاع فيضان فلو أخذت البيت من غيره ما أخذ التأمين يبقى أنا اللي مسؤول عنه تخيل أنا مثلا واخد مكان ويكون فيه بيزنس وتحصل فيه مشكلة الأمطار والفيضانات وانا عارف إن المكان ده ما بيحصلش فيه كده مين هيتكلف المصاريف ديت؟ شركات التأمين فالأسلوب بتاع حل المشكلة هناك يختلف عن أسلوب بتاعنا هنا احنا اتفاجئنا بساعة مطر بس أثرت على المباني وأثرت على الطرق طبعا وأثرت على الطرق طب يا دكتور المفروض المباني هنخش بقى في أن تبقى عاملة زي المباني اللازم تكون متنفذة بأسلوب معين أنا كنت موفر شوية معلومات وشوية صور عن المواد العزلة سواء إذا كانت مواد مطاطية علشان تحمينا من المطر بتحط في الأسقف بتحط في الوجهات وبتحط فوق القواعد اللي هي بتاعة المبنى وفي الأرضيات كمان فدي طريقة علشان نمنع دخول المطر للمباني مش فاجأة كده نلاقي كمية المطر بتخول إحنا عندنا طريقة البناء اللي بتحصل في مصر أو في الدول العربية بصورة عامة أغلبها خاطئة وللأسف إحنا بنتكلم عن إيه عن استدامة والمباني الخضراء بنتكلم عن حاجات عايزين نوصل لها وإحنا أساسا مش عارفين نبني صح فهدي عندي مشكلة يبقى العواز اللي بتتارد على الشاشة دلوقتي لازم نحطها الأول لازم تتحط طبعا علشان نحافظ على الممنى تحمي المبنى من السقف تحمي من كل الأدوار تحمي الوجهات وبتحمي القاعدة بتاعت الممنى إحنا عندنا في مصر بنعمل إيه بنيدهنها لون أسود مطاري اللي هو ده بتكون سماكة ملي أو حاجة زي كده لا ندرس الموضوع صح طب وده يا دكتور دلوقتي بقى موجود يعني الدراسة دي بقى موجودة والحاجات دي وابتدت تطلع شركات دلوقتي وبتوزع المتيريال ديت اللي هي المواد ديت لكن اللي احنا عاوزينه إيه إن المشتهلك يكون عنده المعلومة ديت فاهم إيه اللي بيحصل في المبنى زائد إن في عوازل حرارية كمان اللي هي بتمنع إيه دخول الشمس وبتمنع برضو برودة المبنى في خلال في خلال السنين اللي جاية صار الكهرباء جايز تزيد كمان إحنا زائتت في الشهور اللي فاتت فإحنا بندف المبنى دلوقتي أو القوضة أو الشقة اللي كانت تدفئياتها بتكلف مئة جنيه كهرباء دلوقتي أصبحت بتكلف خلال سمية ألف تلات تلاف عشر تلاف ليه؟ عشان المبنى ما بن يطوب بس من غير العوازل بتاعته فإحنا عنيه؟ بالطريقة ديت حنق حنقدر الفلوس بتاعتنا فإحنا عايزين نبني بأسلوب سليم تبني بأسلوب سليم بأسلوب هنداسي تخطيط مزبوط بتخطيط المعلومات دي كلها موجودة المعلومات كلها متوافرة إحنا بس طريقة التطبيق بتاعتنا هنا بتختلف ليه؟ قانون البناء بتاعنا بيرجع من الأربعينات اتطور في تمانية واربعين للستينات سبعينات وبعد كده ما اتطورش احنا بس أو الله يحل التلفزية بتاعت البناء لما جيت بسط عليها كمية المعلومات النقصة فيها كتيرة جدا فعلشان كده لما ييجي مقاول بيبني بيقول لك نا تبعت القانون هذا هو قانون قديم ظروفنا كانت مختلفة يعني يا دكتور احنا كمان لاحظنا ان فيه أسقف مولات طارت وقعت ليه؟ لانها تبنت بأسلوب معين حسب القانون الموجود والقانون ده وتقديم على حسب الظروف البيئية بتاعتنا القديمة احنا الجو بتاعنا في مصر اختلف من 10 سنين 50 جدار 30 سنة الجو اختلف فلما فيه الاختلافات دي لازم القانون يتعدل باستمرار علشان طريقة المبنى يتبني صح وعلشان صحة البنية مهمة هي فلما البنى يكون بارد جدا البنية ده بيصاب بالأمراض أمراض العظم الروماتيزم والحاجات زي دي ده غير ايه؟ ان احنا هنصرف فلوس كتير على التدفاية بتاعتها الأسقف ديها نوع عازل نوعين واحد حراري عشان تمنع دخول الحرارة والرطوبة واحد تاني بتاع ايه؟ يمنع دخول الماء مزبوط طيب دكتور ازاي بقى نستخدم الأمطار يعني ده مياه سيول دي مياه الأمطار دي لما تنزل وسيول دي مشكلة على مستوى التخطيط الإقليمي لازم يتوفر خزانات أو بحارات كبيرة اللي احنا بنجمع فيها الماء دايد فلوت باريز بتتعمل كمان دلو دلوقتي في السعودية بعد كده بتنقل ماء يدية علشان البني قدم يعرف يستهلكها مزبوط اللي انا عرفه هنا في مصر وشوفته في بعض الجرايط مش فاكر بالزبط امتى ان فيه مشروع بيتعامل في الغرداء لتجميع مياه السيول طيب كويس قبل حل احنا فيه عندنا الجزء بتاعت العين السخنة فيه دراستات ناسها قبلية عملينها انا مش عايز اقول له حضرتك طريق العين السخنة دا مبارك كان ايه وحصل هبوط فيه يعني مفيش استعدادات تمام العين السخنة عندك الجبل دوت اللي قريب من عين السخنة المنطقة دية بتنزل تلتمائة الف متر مكعب مياه في اليوم الواحد في الفترة اللي نزل دية تعرف دي كمية المياه دي معناها ايه تكفي تلات تلاف شخص يشربوا ياكلوا يستحموا لمدة تلات ايام دي كمية المياه اللي نزلت احنا مفروض احنا كنا نجمعها ده خيالي ايه ده انا بكلم عن ساعة ده خيالي احنا تنزل امطار تاني مدة عشر ساعة او حاجة زي كده ففي عندنا مفروض يكون عندنا خزانة جمع فيها المياه ديت محوض في عندنا مشكلة مياه بسبب نهر النيل نستخدم المياه ديت اما فراي يما في حاجات تانية نزبوط الخلاصة بس اللينا عارفوا ان الحكومة عم تعمل مشروع في الغردقة وده من احد من اول المشاريع اتمنى بقى لانا شوف ايه ان الترع بتاعتنا عندنا هنا في مصر ده ما بيكون ليه على فالاخر كده وانتهت الترع وقفت لعا انا اتمنى سوف ايه خزان مياه موجود كبير بحيرة اه وتتعامل بأسلوب جمال شوية وممكن نستفيد منها كمان مية الترع على فكرة بيكون فيها سمك الناس ممكن تستغل برضو منها ممكن تحصل برضو مزارع سماكية خلاصة ان المية ديت اللي بتجنى متنزلش كده على البحر نستخدمها نستخدمها نخزيمها طيب حضرتك يا دكتور كنت بتنادي عن العشوائيات وازاي نقددها في 2011 2011 ايه كان حصلت ايه احكيلك كده في السريع اه كانت اياميها حكومة دكتور عصام الشرف اه قالوا عايزين الخبرات بتاعة المصيريين اللي قاعدين برا يدونا شوية افكار نحل مشاكلنا ازاي اه ورحت باعت ملفين واحدة عن تطوير العشوائيات اه واحدة تطوير الاسكان بتاعنا اللي هو الاسكان ايه الاجتماعي محدود الدخل ومعدوم الدخل الاتنين اللي هم علاقة ببعض لما نهج اطور عشوائيات يعني معناها ايه حان الناس لسكن العشوائيات تمام معناها نعمل ايه حان الناس من عشوائيات حطوهم في سكن ما ينفعش ان انا مروح اعمل مشروع سكني كده وخلاص لو اجاول ايه اه انقل للناس داية لازم يكون لها منظومة معينة طبعا المنظومة داية اولا في 2011 انا قلت احنا محتاجين عشرة مليون وحدة سكنية اه سواء اذا كان للشباب محدود الدخل او متوسط الدخل عشرة مليون وحدة سكنية في 2011 دلوقتي احنا محتاجين كم 12 13 كان سكون 15 مليون الاعداد بتزيد دلوقتي طريقة البناء عندنا هنا في مصر احنا بنبني ايه بالطوب الاسمنتي بالطوب الاحمر الحكومة بتعمل مجهود جبار جدا لكن بتعمل كم وحدة سكنية في السنة مليون اه اتنين مش هيكافه طب حي الاسمرات يا دكتور شوف قد ايه جميل وجديد حي الاسمرات انا ببص عليه انه هو انجاز لكن برضو كان فيه جزء من نوع من المشاكل اه الصور على الشاشة برضو مشروع جميل اتعمل اتنقلت الناس فيه واصبح فيه عندنا ايه المؤخذة فيه بعض المشاكل المشاكل سواء اذا كانت الحصل لديت لانها من نوع اقول لك ايه مشكلة في التخطيط الاخليمي بتاعنا ايوا او توفير المشروع المفروض انا لما ببص على مشروع زي دوت المفروض اول حاجة تكون توفرت فيه الامن امن ايوا اسم البوليس اه الاسعاف المطافي اه ليه لانك انت بتوفر امن للناس اللي هما بيشتغلوا في الموقع ادي حاجة غير هنا هي للمؤولين كمان علشان المواد الخام بتاعتهم او المواد البنى بتاعتهم ما تتسرقش يوم ما بتيجي تنقل الناس الناس هتيجي تشوف ان فيه نظام محطوط هناك معظم المشاريع بتيجي بتتعامل عندنا يروح حاطة السكن ويقولك هنعمل هنا مستوصف هنعمل هنا مدرسة وهنعمل هنا الحاجات جاهز ما تكونش فيها عدد صبات كافي للتدريب فعندك وقت ان انت تتدرب او تعمل اي حاجة في مصر عايزين نعمل ايه تخلي جاهات الحكومية تتكلم مع بعض لما تيجي تنفذ حاجة كلنا بنتكلم مع بعض ونبتدي نفهم المشاكل بتاعت ايه انت جاهز ما تقدرش توفر الامن للمنطقة ديت وحنا شوفنا في خلال الاسبوع اللي فات ايه اللي حصل في منطقة الاسمرات المنطقة هتتقنب لعشوائيات لان ما فيش كمان اسلوب الامن وما فيش المتابعة اللي بتعال عليها من الحكومة انا اسف ان انا اقولها كده بس برضو الحكومة بزلت مجهود جبار على المشروع وتأهيل الناس وتأهيل الناس ان هي تنقلهم هناك صرفت عليهم وعملت زي بتاع دية سيمينارات ووركشوبت وحاجات زي كده علشان تشرح لهم العملية النقل فما قدرش ازلم الناس كلهم لان فيه ناس بتابعت القانون ونصهم ما تتابعوش القانون الحكومة بتبذل مجهود على الاد اللي هو ادهولهم لما يجي تقولهم عايز المشروع ده وتتعامل في ستة شهور حيتبين في ستة شهور هو ملوش علاقة بقى ان هيوفر بقية الحاجات التانية لكن اللي احنا عايزين ايه او بننادي به ان احنا المشروع بتاعنا يكون متكامل مدروس بطريقة اصح لازم فاهمين المشكلة بالسامية اللي هي مشكلة اقتصادية اجتماعية لازم نفهم احنا الناس دولك مخهم الضبط اللي انت حتحنتين ايه لهم في المنطقة دية بيفكروا ازاي بيشتغلوا ازاي بيعيشوا ازاي علشان تقدر تلم وتتحكم في المنطقة دية وديليها اسلوب معين ما بتحصلش باسلوب التخطيط اللي احنا ماشينا عليه بتاع السبعينات اه مزبوط طيب حضرتك كنت بتنيدي عن اسكان الشباب طيب في 2011 برضو في 2011 لما احنا نيجي لما انا قلت في عندنا بتاع عشرة مليون وحدة سكنية محتاجينهم احنا ازاي هنوفر الحاجات دية او الاعداد دي كلها في الفترة قليلا يعني انا بقولك ايه في 2011 مفروض في 2012 نحل المشكلة عندي عشرة مليون وحدة سكنية هنبني ايه هنحقق ده ازاي بتطوب الاحمر بتطوب الاسمنت بتاعنا لا لازم يكون عندنا تكنولوجي جديدة اللي انا بسميه ايه pre-cost prefab building اللي هي الحاجات المعمولة جاهزة حيطان معمولة جاهزة بتتاخد بتتركب طيب نجيب الحاجات ديها 8000 ازا كان العمال بتاعنا في السوق ما بعرفوش يبنوا الا بتطوب احمر وبتطوب الاسمنت ففكرت وقدمت حل المشروع عمل مدينة صناعية كبيرة متخصصة والـ proposal اللي انا عملته اكبر من العاصمة الادارية مرتين مدينة صناعية متخصصة انها يتنتج مواد بناء جديدة حجم المدينة دي كبير كمية المصانع هتكون برضو كبيرة في عندنا مواد بناء مش موجودة عندنا في مصر ممكن تتجاب من بره تتجاب من الخارج برضو زي المواد العزل اللي انا كنت شرحتها جاي زي كده ممكن تيجي تسرع هنا في مصر فبالطريقة دي طب يعني يا دكتور مفيش مشكلة خالص فبالطريقة دي هنعمل ايه هنعلم العمال يبنوا باسلوب حديث سريع علشان نعمل العشرة مليون وحدة سكنية اللي هما نقصين لكن بطريقة ان احنا نبني بالطوب الاحمر وطوب الاسمانتي هنعمل كل سنة ايه مليون وحدة سكنية يعني في خلال عشر سنين في خلال عشر سنين جايين هيبقى نحن محتاجين خمسة وعشرين مليون وحدة سكنية انا بكلم من الشباب ومحدود الدخل وكده حاجات التانية ملناش دعوة بالسوق التاني اللي هو السوق اللاكشري دوت اللي هو بندفع له المتر فيه بخمسة وعشرين ألف تيجي تاني يوم تلاقيه سقفة برضي بتاعه سقفة بقع عشان ما فيش تأسيس كويس ما فيش تخطيط فنتمنى ان نشوف انه بيحصل مدينة صنعية لمواد بونى جديدة البلد بتمر بمشاريع ضخمة المواد البونى ديت بتكون نسميها سوبرستركشا اللي هي نقدر نعمل بها ايه كباري أنفاع والحاجات الضخمة ديت المشاريع اللي هي الأحجام الكبيرة في عندنا عايزين نعمل مثلا عمارات أو سواء فيلل أو بيوت سوى يرى البيت الموظف السن دلوقتي العمارة بتتعامل تلاتين دور في أسبوعين ده إنجاز إنجاز في حد ذلك بتتركه وبتتعامل بسرعة وتقدر تنقل للناس لكن احنا ايه بالأسلوب بتاعنا بنعمل عمارة سكنية بطريق بونى مترواتة خلال الست وشول سنة واللاقي المتر بكذا هنقول بقى في الأماكن اللي هي الكبيرة المتر غالي جدا وفي الآخر بنلاقي تأسيس ما فيش ما فيش ليه المتر غالي ليه أنا بفكر كده ليه المتر غالي غالي علشان إيه حطيتلي فيه إيه إذا كان إنت أساساً ميكاليفك 3000 جنيه 4000 جنيه المتر بيتبعوا ليه بعشرين ليه يا فرحيت علشان شوية لانسكيب وحاملهم لي شوية ألوان وخلاص وشكل خارجي وخلاص ده لو كان حصل في دولة أوروبية وأنا روحت اشتريت مثلاً بيتا فيلا بخمسة مليون ومضطرت وعت علي كده تاني يوم فيه حاجة كده في قانون اسمها consequential loss عوضني بتمن البيت وعوضني عن الحاجات اللي أنا حطيتها في البيت وحصل لها تلف كمان أه لكن ما عندناش إحنا المفهوم ده هنا أه ما فيش للأسف إحنا فيه ناس بترمي 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 فلوسة كده خلاص على أساس إيه المنظر بتاع البيت لكن مش معروف بسكن البيت إذا كان مصمم صح في إحنا يريد فاريت من حوارنا ده الناس تستفيد وتفهم وتعرف إزاي تختار البيت المناسب وتأسيس بس طبعا ده مش دلوقتي صعب شوية أتمنى أن المستهلك يقدر دلوقتي يروح للبقاوة وييجي يروح يشوف البيت بيتبيني إزاي يقوله حطتلي موات عزلة أنا هدفع فاتورة بعشر تالاف خمس تالاف جنيك كهرباء صح اعزل للبيت طب أخبار المطر في عندك توقع عزلة وريني وريني صح مر بفروق يجي لما يجي يبنوا كومباوند كده بيجي حطين فيلا كده على جنب لبص هو ده التصريب دي المكونات هتكون بطريقة دي وما بتكونش متشطابة بس علشان يوريك إزاي من أنت إيه طيب طيب دكتور حضرتك عايز أتكلم عن ترمية الإسكان الشباب في سينة من ضمن الحاجات اللي أشوفتها في سينة بيحصل فيه مشاريع كبيرة جدا خصوصا زي المدن الصناعية ومش عايزين نتطرق لها دلوقتي عندك شرق بورسعيد وشرق شرق بورسعيد فيه عندك إسكان اجتماعي بيحصل هناك فدي نوع من أنواع التطوير المدن الصناعية اللي بتحصل دلوقتي هنحس بيقيمتها بعدين لما الأنفاء تنتهي والطريق يفتح وتبتدي المصانع تروح تبتدي يعني المصانع تروح هناك وتبتدي بقى العمال اللي اشتغلوا وكده لكن فيه مجهود تاني بيحصل من الحكومة اللي هو التوطين أهالي سيناء وخصوصا البدو فيه عندك فيه مدينة طور لقيت المعلومة دي موجودة محافظة جنوب سيناء موفرة 120 فدان للشباب هناك 120 فدان للشباب بمعدل إن كل شاب حياخد فدان والفدان فيه إيه تقريبا فيه أكيد بقى فيه فدان وعليه بيت وعشرين رأس ماشية وخمسين نخلة آه نخلة صحيح ده نوع من أنواع التطوير تنموي طب حلو قوي ده مثلا أحد المشاريع في مصر فيه كمية مشاريع دلوقتي اللي هي ليه علاقة بردو بالزراعة اللي عندك المليون ونص فدان خمسة وعشرين في المية منهم دولت للشباب اطلع على وزارة الزراعة يعني لو كل شب السيناء حسب المنطقة حسب المنطقة اللي انت فيها اطلع لوزارة الزراعة قل لهم أنا شاب وعايز أخذ في المنطقة ديت في عندكم مليون ونص فدان وحتلق المعلومات موجودة نفس الشيء مشاريع الإسكان هنا في البلد في حوالي تمانين مدينة وقارية فيها مشاريع إسكان الأهم عندي الأهم آه إن المشاريع ديت لما بتيجي تتعامل تتحط تحت منظومة سليمة مش مجرد إن احنا بنبني ونسيب بنبني وخلاص ونسيب وفي الآخر نلاقي لازم يكون فيه منظومة علشان نتأكد ليه؟ أنا عايز كل المشروع يطلع الربح للحكومة ياريت يكون ناجح ويطلع الربح للحكومة طبعا فليها حبكة معينة ده اللي ناقصنا في الأسف في التخطيط بتاعنا أو طريقة التنفيذ بس بإذن الله إحنا بنتعلم إحنا في فترة صعبة جدا طبعا حكومة دولاتي بتمر بمرحلة صعبة يكفي إن احنا بنحارب الرهاب بنحارب مشاكل داخلية بنحارب مشاكل داخلية وبنعمل المجهود بتاع مشاريع وكل حاجة واقتصاد وبنعمل كمية مشاريع فمش يعملوننا كل حاجة مش يدور يعملوننا كل حاجة يعني زي تعال عليه perfect فإحنا برضو كموطنين أو كموستهلكين برضو نقوم إن احنا مفهول نساعد طيب دكتور بناءنا على حضرتك مهندس كبير معماري تخطيط معماري برة وحضرتك اشتغلت 30 سنة في فريطانيا وأنا عرفت كده برضو وقاريت على حضرتك شوية إن حضرتك قعدت ترميم مبنى اتباع ب67 جنيه استرليني يعني أنا نابزة مختصرة كده بس أنا عايزة بقى هنا في القاهرة إزاي نعمل مباني قيمة وجميلة بصد ده مبنى أسري مبنى أسري ويرجع للمنطقة اللي عليها الملكة ديت من يتقل عليها من الحوزة عائلة في الملكة المبنى كان قديم معمول سنة 1500 فيحنا بنكلم عن 500 سنة طب ما هنا يا دكتور فيه مباني أسريية كتير هنا في مصر ينجي بص على الأديم زي بقى نجددها ونخليها هنا بنبص على الأديم على أساس إنه أديم ملوش إيمة هناك بيبصوا على الأديم إنه هو ليه إيمة نا إحنا عايزين تمام فسعره ليه بترفع كده لأنه حصل له تحديث تطوير ترميم على مستوى عالي ففيه زبون معين دايما هو اللي بيدور على المباني الأديمة اللي هي قيمة زبون فخ عايز مكان فخ فهي قدر يصرف عليه وده سعر السوق هناك إحنا عندنا مباني الأسرية هنا دلوقتي قاهرة الخدوية في عندنا أماكن تانية موجودة في الإسكندرية ولما أخذ اللي بيحصل في بلدنا إيه إن الفيلا ليها إيمة بتتهد علشان تعلق عليها عمارة سكنية ومعشرة دوار وعشرين دو كلام من أنت على فكرة هناك ديت لو الفيلا دي موجودة هتترمم على أعلى مستوى هتحط ليها قوانين إن أنت تحافظ عليها يوم ما تيجي تباحها هيكون المستوى عالي ممكن تيجي تباحها لوزار تباحها للسفارة الناس اللي عرفوا إيمة طبعا أنا أشكر حضرتك جيدا يا دكتور ولقاء دقيق ممتع وجميل واستفدنا من حضرتك قوي قوي وإن شاء الله نشوف حضرتك كانت تكون معنا في لقاءات جديدة إن شاء الله نتكلم عن المواضيع بتفصيل مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا ويا رب تكونوا استفدتوا وعجبتكم إن شاء الله ونشكر ضفنا المميز الأستاذ الدكتور البش مهندس أشرف إسبعيل مخطط ومعماري مدن أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله شكرا